أبناء طلب التخصصات المعمرية في كل مكان أهلا وسهلا بكم من جديد أسعد بلقاء بكم إن شاء الله من جديد مع درس جديد من دروسنا المعمرية وبإذن الله إن شاء الله نشتغل مع بعض النهاردة مادة تكنولوجيا الخرصانة وخلي بالنا مع شباب من النهاردة إن شاء الله يعني تكاد تكون الحلقة الأخيرة في مادتنا مادة تكنولوجيا الخرصانة واللي قدمنا فيها على مدار العام الدراسي الكامل في برنامجنا الجميل في بيتنا مدرسنا في بيتنا مدرسة إن شاء الله مع بعض اتكلمنا فيها عن الحلقات المتتابعة والمتتالية اللي هي تناولة المنهج بتاعنا كامل في مادة تكنولوجيا الخرصانة وكنا توقفنا في الحلقة السابقة عن جزء يخص المصطلحات الفنية لأعمال السلالم أو المستخدمة في أعمال السلالم وكنا توقفنا عن السلالم ذات الطابع الخاص وقلنا أنه دي بتستخدم فيه أعمال الفيلات أو القصور أو المداخل ذات الطابع الخاص اللي تتطلب وظيفة جمالية بشكل أكثر من الوظيفة طبعا المعمارية وإن كان في الأساس التصميم بتاعها بيكون أساس معماري أو وظيفة معمارية طيب النهاردة هنتكلم عن إيه أو الحلقة بتاعتنا عن إيه مستر النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لك تكون الحلقة الأخيرة في مادة التكنولوجيا كدراسة بعد كده إن شاء الله هنتعي ناول موضوعات للمراجعة أو نمازج لأعمال الامتحانات طيب أهم جزء بقى واللي هو إحنا كنا دايما بنأجله لكم فيه بحيث إنه يكون قبل أعمال الامتحانات اللي هو أعمال تصميم أو تصميم السلالم لتخصص الخرصانة وزي ما قلت قبل كده في حلقة سابقة إن الجزء ده أو تصميم السلالم طبعا متواجد ومنتشر معايا أو لازم إنه يدرس لجميع التخصصات المعمارية طبعا معادي تخصص شبكات المياه والأعمال الصحية ويكون موجود عندي زي ما قلت فيه تخصص أعمال نجارة العمارة وتخصص التشتبات وتخصص أعمال البناء والنهاردة فيه التخصص بتاعنا اللي هو تخصص أعمال الخرصانة ولكن كلهم طبعا بيدرسوا في تخصصه على حسب الوظيفة اللي بينص عليها التخصص بتاعه أو المتطلع إنه يستخدمها في تخصصه طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إيه؟ أو هنتناول تصميم السلالم ده بشكل إيه مستر أو إزاي؟ أو إيه الوظيفة له؟ فخلي بالك إن أنا زي ما قلت في حلقة سابقة برضو قبل كنا إن تصميم السلالم بيكون هو بداية أو زي ما بنقول كنا نقطة الشرارة في تصميم المشروع بتاعك أو المنزل أو الوحدة أو المكان اللي أنت بتبدأ في تصميمه أو في تنفيذه ليه؟ لأنه هو بيبدأ آآ بالوصول أو الأهمية من تصميم السلم والوصول الارتفاعات اللي أنا هقدر بعد كده آآ أو الأدوار بتاعته اللي أنا المفروض إن أنا وصلها في عملية الصعود والإيه؟ النزول أو الأدوار المتكررة اللي أنا هستخدمها في المبنى بتاعي طب وابناءنا على الارتفاع الارتفاع ده له دراسة طب بناءنا على الارتفاع بحدد المسافة اللي هيكون فيها محل إيه؟ السلم وطبعاً محل السلم ده مصطلع موش غريب علينا ليه؟ لأن الطلبة اللي متابعيننا من بداية الحلقات شافوا ده قبل كده اللي هو المقصود بيه أو سمعوه قبل كده مني اللي هو عبارة عن إيه؟ بئر السلم أو بئر السلم يبقى تاني يبقى ارتفاع السلم بيحدد بعد كده عندي من ارتفاع السلم ده أقدر بقانون زي ما هنشوف في عملية التصميم كمان شوية أقدر أحدد بيه عدد الدرج اللي هيبقى موجود عندي مش زي ما بيحصل عندك أو بنشوف من المقاولين اللي هو المقاول العادي أو اللي موجود دارس أو اللي فاهم أو الموجود فاهم وطبعاً ده احنا مش هيكون لنا علاقة به لأننا كنت راجل المفروض أننا كنت أخريج التخصصات المعمارية وكمان تخصص أعمال الخرصانة ودرس تصميم السلالم فلازم لما تتكلم أو تحسب لازم تحسب بشكل إيه؟ علمي فلازم تكون فاهم إن ارتفاع السلم منه أقدر أو ارتفاع الدور بتاعي أنا الأول بيجي للمقاول ويقول لي أنا عندي دور ولكن ارتفاعه تلاتة متر وعشرين أو اربعمة طيب أنا هعمل السلم في الارتفاع ده إزاي؟ يعني أسيب له مكان قد إيه زي ما بنقول المساحة دي اللي بيحددها عندك مش زي ما بيحصل بقى بيجي أصلاً مكان السلم هو معمول في الرسم ومانيش عارف أنا هطلع الارتفاع كم دور تمام؟ أو كم متر آس فلازم أكون محدد الارتفاع إنه هيوصل له السلم الأول وبنان عليه أحدد الدرج طبعاً عدد الدرج لويم والنويم وبعد كده منهم أقدر أحدد محل السلم أو المفروض أسيب مساحة للسلم كام في عملية اللي إيه؟ التصميم يبقى أنا كده عارفت طبعاً عكس ما كان بيتم في الواقع أو أن أنا بشوف في الواقع تمام كده؟ فلازم أكون منم بيها وبعار طب ده هينفعني فيها مستر خلي بالك إنه ده هينفعك زي ما قلت في طبعاً في جزء نظري فيه لأسئلة ومشابه لأنه طبعاً مسألة السلالم تكاد لا تخلو منها لإيه؟ الامتحانات يعني زي ما بنقول كده ما ينفعش يكون فيه امتحان لتخصص خرصانة تقني عجية خرصانة وما فيهوش مسألة بتتناول تصميم لإيه؟ السلالم يبقى أنا بجيب لك مسألة وبقول لك عندي مبنى ارتفاعه كذا هيصل لأ ارتفاع الدور كذا المطلوب تقول لي كده طول وعرض السلم المكان اللي هيتعمل في السلم المفروض يكون كام تمام كده؟ اللي هيصل لأرتفاع ده وبنان عليه فأنا ببقى عارف المعلومة بتاعت طيب الجزء التاني اللي هو غير جزء الامتحان اللي هو الجزء النظري اللي هو الشق العمل الشق العمل وانت بيطلب منك اذا جالك في الامتحان سواء سلم حصيرة او سلم للدرج زي ما قلت في اللقاء السابق قبل كده في الحلقة السابقة ان فيه عندي نوعين السلالم سلم الحصيرة وده الاساس وسلم الكابولي وده اساس اصد ان ده نوعين اساسيين اللي هو الحصيرة هو اللي هي الكابولي الحصيرة اللي هو ما فيهش درج بيكون سادة اللي هي بعد كده بييجي بيعمله خرصانة سادة قلب بعدين قلب ويطلع طيب بعد كده بييجي بعد كده يجيب الدرج اللي هي الجاهز سواء درج رخام او ما شابه بييجي درج جاهز يركب على السلم الحصيرة وفي بعض الحالات ممكن يعمله درج حديد او ما شابه ولكن اكون عارف ان الاساس عنده نوعين سلم حصيرة وسلم درج طيب في اثناء عملية التنفيذ هحتاج عملية التصميم دي في ايه? ان انا هكون عارف لان انا في عملية في الامتحان العملي هجيب لك اقول لك انا المطلوب او المطلوب منك تصميم سلم او تنفيذ سلم انت و مجموعتك بالتعاون مع زملائك نفيذ سلم بيصل الارتفاع واليكون تلاتة مت فتبقى عارف ان تصميم السلم ده هيحتاج مساحة اد ايه? طول وعرض عشان يتعامل فيه السلم عشان يوصل للدور ان هو كام او الارتفاع كام اللي هو ارتفاع تلاتة مت يبقى تاني كده ملخص سريع اللي بيحدد لي طول وعرض السلم من ارتفاع اللي هيصل له السلم بناء على عدد الاوائم وعدد النوائم زي ما هنشوف كمان شوي طيب قبل ما نبدأ وندخل فيه تصميم السلالم هنستعرض على السريع كده بالصور طبعا اللقاء السابق من من آآ المستخدمة في اعمال السلالم ونشوف في عجالة كده اشكال السلالم بتاعتنا عشان بعد كده ما نيجي نشتغل في عملية التصميم زي ما هنشوف كمان شوية ابقى ملم ومدرك وعارف يعني ايه سلم آآ بدون منور او بيطلق عليه عديم منور مفروش منور سلم بمنور آآ سلم مكون من قلبتين سلم ممكن يكون قلبه واحدة سلم بسلاس قلبات ممكن يكون سلم عندي آآ مختلف الاتجاهات زي السلالم زي الطبع الخاص زي ما قلت لك في مداخل الفلات والقصور وما شابع فلازم تكون ملم بالموضوعات بتاعتي طيب نبصوا مع بعضا كده ونرجع الاستاذ بتاعنا ونشوف وده كان نوع احد انواع السلالم اللي اتكلمنا عليها وده السلم زو الطابع الخاص وخلي بالك عشان ممكن يجي لك في الامتحان ويكون عارف برضو والشيء بالشيء يذكر ان السلم زو الطابع الخاص ده بيكون بادئ السلم البداية بتاعته ممكن بيكون القلبة بتاعته عريضة وبيتفرع منه قلبتين في التجاهين مختلفين القلبتين دول بيكونوا اقل من عرض القلبة اللي ايه اللي هي قلبة البداية تمام وده نؤمنه طيب وده رسم طبعا في الكتاب بتاعنا وموجود عندنا بيوضح ليه مسقط افقي لازم اكون عارف المسقط الافقي بتاعي دي القلبة اللي انا كنت بتكلم عليها لقلبة العريضة او القلبة قلبة البداية ثم قلبتين اللي هم متفرعين اللي هيوصلوا معايا ليه الدور المطلوب الوصول اليه وده مسقط رأسي لما بص للسلم طبعا من الرأس بتاعي فبابص على اه وش الدرك زي ما بنقول وهشوف الجنب الكوبستة من الناحية دي وجنب الكوبستة من الناحية دي وده طبعا مهم جدا لك انك انت تبص عليه وان احنا نبقي عليه الضوء عشان الرسم المعماري اثناء عملية الرسم الفني بتاعك تكون عارف المسقط الافقي من القطاع الرأسي طيب بعد كده ده شكل تاني من اشكال السلالم ولازم يكون عارف طبعا زي ما قلت فيه سلم ربع دايرة ربع لفة زي ما بنقول وبعدين سلم نص لفة وطبعا نص وربع ده بيختلف من يا شباب او ايه ايه اللي بيحدد لي نص من ربع انا عايز اقولك ان هو بداية حركتك انت اثناء عملية الصعود يعني انت لو بصت كده لو انت طالع قلبك كده يعني تطلع كده يبقى ده ربع بص كده ربع تسلم ربع لفة اهو هيلف كده ويطلع كده من ناحية ده خلاص في اتجاه تاني الاتجاه هنا تغير ولو لاحظت ان هو ساب لك بسطة هنا ما بين تغيير الاتجاهين وما بين القلبتين اهو لازم تكون موجودة عندك طبعا ده نص لفة لو انا هيلف كامل تلات ربع لفة وبعد كده ممكن دايرة كاملة لو انا هلف كده عشان اطلع لاتجاه تاني معاكس السلم هيتغير اتجاهه كده الناحية دي وبالتالي هيلف ايه دايرة كامل وطبعا الحاجات دي تكللنا عليها وتناولناها بيقى الشرح فيها الحلقة السابقة وطبعا ده شكل برضو ليه السلم النص لفة زي ما بنقول وده اكثر توضيحا وموجود عندك في الكتاب النص لفة وانتجاه الواحد والقلبة الواحدة زي ما شفت ده اتجاه واحد طالع نازل زي ما بنقول سلم بمنور دي سلم بمنور بتلات قلبات وطبعا منور اكبر سلم طبعا نص دايرة سلم ربع دايرة نص لفة يعني ده اه سلم وهو برضو ربع على حسب دي طبعا ليه الاشكال المختلفة ليه السلالم بتاعتي وعندك سلم طبعا دايرة كاملة وعندك نص دايرة نص دايرة اهو ده تعتبر ده سلم كامل دايرة كاملة لفة كاملة اهو ده طبعا ده الاشكال بتاعت طيب يدخل بقى على موضوعنا النهاردة اللي هو تصميم السلالم وعندي قانون مهم جدا جدا لازم اركز عليها شباب ولازم اكون عارفه والقانون ده عندي اه اتنين من القوانين قانون الفرنسي والقانون الايه الانجليزي فلازم اكون عارفهم وهشوف انا هستخدم الهون فيهم في عملية التصميم عملية التصميم اللي بتحدد لي انا هسيب طول وعرض قد ايه في منور السلم وكذلك عدد الدرجة يكون كام ودي مشكلة خطيرة جدا جدا بتقابلنا اثناء عملية التصميم لو انت بتبني في البيت عندك ازينا بنقول في حياتك العادية اكبر مشكلة بتقابلك اثناء عملية التصميم او بناء البيت بتاعك بتكون السلم احط السلم فين ويكون اتجاهه ازاي? وازاي اضمن ان السلم عندي يكون زينا بنقول سلم مرتاح ما يكونش واقف وبالتالي بيتعبني اثناء عملية الصعود ودي مشكلة طبعا بنواجهها في اكسر البيوت دلوقت ولمنازل فلازم تكون انت فاهم على الاقل الملم ازاي اقدر احدد عدد الدرج المفروض يكون كم درجة موجودة عندي وطول الدرجة كام وعرضها كام طبعا والمسافة اللي انا بستخدمها فيه اصناع متى صعود ونزول كام عشان ده كله هيترتب عليه في الاخر اهم مكان موجود عندك في المنزل بتاعك او في الوحدة او في التصميم وهو ايه السلم يبقى بيري السلم اللي هيحدده عندك طوله وعرضه بناء على ليه ارتفاع السلم اه بلاقي مثلا في اغلب البيوت او اغلب التصميمات بيفرح ان هو بيعمل سلم وليكن بتاع ببيت الدور بتاعه وليكن خمسة متر وفرحان طبعا ان ارتفاع البيت طبعا عالي جدا ويجي اثناء عملية التصميم بيعمل براح او بيطرق مسافات واسعة جدا في كل الغرف ويجي عند السلم وطبعا هو في اعتقاده ان السلم ما هوش وظيفة غير ان هو ايه للصعود والنزول رغم ان هو ده اهم حاجة بتكون موجودة فيه المبنى وبالتالي مع الارتفاع العالي ودي المكان السلم عنده بيكون سلم ايه طبعا متعب وما بيضرش ان هو يستخدمه وبيشتكي منه فيما بعد ليه لانه ما عملش حسابات دقيقة زي ما نشوف كمان شوق مع بعض ازاي اقدر اوصل للارتفاع اللي هو عمله اللي هو خمسة متر ده طب المفروض الخمسة متر ده اسبلهم مساحة دي عشان اقدر اعمل سلم يكون ايه مرتاح معايا ما يتعبنش اثناء عملية الصعود وهي النزول ده في الشرق الخاص بيه الجزء الحياتي او الحياتية اليومية اللي انت بتمر بيها فلازم تكون ملم بالمعلومة دي وتكون مدرك لها وعرفها وازاي اقدر انافزها المياول ما يجيش ينفز وانت طالب دارس وفاهم وطبعا يجي ينفز هو وخلاص لا لازم يكون انا ملم بالمعلوم طبعا زي ما قلت في للتمرين او لامتحانات بتاعتك العملية والنظرية فلازم تكون ملم عشان حتيجي مسألة كمان شوية وهنحلها مع بعض تمرين واتنين وتلاتة وحنشوف الشكل بتغير ازاي والارتفاعات تتغير ازاي وامتى اعمل سلم قلبتين طالع نازل امتى اعمل سلم بدون منور امتى اعمل سلم بتلت اه بتلت البات او نص دايرة او مشابه ده كله هنشوفه مع بعض ان شاء الله ولكن ركز معايا وحضر وراها وقالا ويكتب معايا القانونين وشوف انا هستخدم القانون ازاي واطلع بعدد الدرج ازاي ومنين فده كله هنلمه مع بعض ونشوفه كده فيه التمرين بتاعنا فبيقول لي هنا القانون الاولان اللي هو القانون الفرنسي وده قانون بيستخدم في تصميم الدرج بتاع السلم او فيه تصميم السلال بيقول لي اتنين قاف زا ادنون يساوي من ستين الى ستة وستين يعني يا شباب يعني القانون بتاعك بيقول لك اتنين ده ثابت قاف يعني القائمة اتنين مضروبة في القائمة تمام في ارتفاع القائمة زا ادنون اللي هي النائمة يساوي من ستين الى ستة وستين على حسب انا ممكن اعملها واحد وستين اتنين وستين لحد كام اقصى حاجة ستة وستين وده قانون سابت وهناوضحه مع بعض باستخدمه ازاي بيقولك ايه وغالبا ما تكون اربعة وستين سنط يعني بيقولك ان في الاستخدام العادي لو تستخدم القانون الفرنسي وتقول انا هصمم السلم على القانون الفرنسي يبقى اتنين طاف زائد نون يساوي اربعة وستين ده الغالب ولكن ما تعداش الستة وستين وما يقلش عن كام عن ستين وهنا بيقولك ايه طب ايه الاربعة وستين دي وهي مقضاء الخطوة التي يستطيع الانسان ان يخطوها بشكل متتابع دون عناء يبقى الاربعة وستين سنط دي او من ستين الى ستين سنط هي مسافة اللي ايه مسافة خطوتك وانت بتستخدم اللي ايه السلم الحركة بتاعتك فيه بدون عناء يعني من غير تعب تقدر تمشي خطوة مرتاحة كام مسافتها كام اربعة وستين سنط او من ستين لستة وستين سنط ولو شفنا دايما في القياسات وده كان في الجزء بتاع المساحة في سنة تانية زي ما درسنا في العام الماضي انك انت في المساحة في عندك ممكن بعض المقاسات بتكون بالزراع او ما شبه ده بيكون قريب لنفس المقاس طيب نشوف بعد كده بيقول لك حيث ان قاف هي القائمة يبقى المقصود بقاف اللي هي القائمة القائمة ولو قلت قبل كده في الحلقة السابقة او في الدرس السابق مسافة اللي انت بترفع رجلك فيها اصناها عملية اللي هي الصعود والنزول يبقى قاف المقصود بها القائمة طب ونون المقصود بها النائمة اختصار النائمة ماشي يبقى انا كده عرفت قاف ونون طب القوانين التانية القانون التاني اللي هو القانون الانجليز دك كان بيقول لتنين قاف زي دنون وتساوي من ستين الى ستة وستين هنا القانون الانجليزي بيقول لك اتنين قاف زي دنون نفس القانون يساوي اربعة وعشرين بوصة اي واحد وستين سنط ده سابق يعني هو هنا طبعا مدكش مجال زي القانون الفرنسي من ستين لكم لستة وستين هو ترك لك المجال هناك لكن في القانون الانجليزي بيقولك لا والله هو الخطوة السابتة بتاعت المستخدم او الانسان العادي اللي يقدر يمشي خطوة مرتاحة زي ما بنقول المسافة بتاعتها كان واحد وستين سنط يبقى اثنين قافزة يدنون يساوي اربعة وعشرين بوصة طبعا لو ضربت البوصة في اثنين ونص اعرف ان هي كام اه تطلع عندي كام واحد وستين سنط طيب بيقولك مساء نشوف بقى اللي ايه الامثلة والتمرين بتاعتنا عشان ندخل في لوب الموضوع زي ما بينقول احسب مقدار النائمة المناسبة لقائمة ارتفاعها خمستاشر سنط طب ايه هنا يا شباب المسال ده ليك بيقول ايه كده انا مش فاهم الكلام بتاعه يا مستر هو هنا بيقولك انك انت عندك قائمة ما انت يا مستر قلتني قبل كده او انا قلت لكم يا شباب قبل كده ان ارتفاع القائمة من خمستاشر الى كام الى ستاشر الى سبعتاشر سنط بيقلش عن خمستاشر ومزيدش عن كام عن سبعتاشر سنط يبقى انا عارف ان هنا المجال بتاع اللي انا شغال فيه من خمستاشر لكام لسبعتاشر هو في التمرين بتاعك انا بيقولك لو انت عندك ايمة ارتفاعها خمستاشر سنط المفروض ان انا اعمل لها نائمة كام تناسبها كام الخمستاشر سنط دي تناسبها كام سنط يبقى انا هنا لو بصيت كده في التمرين الحل اتنين قاف اهو القانون بتاع اتنين قاف زائد نون يساوي تلاتة وستين يبقى انا هستخدم القانون النون يا شباب لو لاحظت القانون الفرنس يبقى انا هستخدم القانون اتنين قاف زائد نون يساوي تلاتة وستين سنط عفوا يبقى اتنين في قاف قاف بكم لو انا بصيت هنا بقولك قاف اللي هي القائمة انت عندك ايمة ارتفاعها خمستاشر سنط هتعمل سلم ارتفاع الايمة فيه المسافة بتاعتك خمستاشر سنط المفروض اعمله نائمة كام النائمة بتاعته تكون كام سنطي فبيقولك هنا اتنين قاف زائد نون يساوي تلاتة وستين سنطي وده القانون اللي انا هستخدمه وبيكون معطى في المسألة بيقولك استخدم قانون كزا يعني هو بيدي لك القانون مداش لك القانون يبقى انت بتستخدم المجال معاك من ستين لكام لستة وستين ودائما بنستخدم القانون اللي هو القانون ده اللي هو بقولك اتنين قاف زائد نون يساوي تلاتة وستين ده سبته معاك واستخدمه في حل اه تمرين تصميم السلالة يبقى اتنين في قاف بخمستاشر يبقى اتنين في خمستاشر زائد نون نون المجهولة اللي انا معرفهاش اللي هو النائمة عرضها كم اجيبها منين حنشوف يساوي تلاتة وستين طيب بعد كده يبقى اتنين قاف اتنين قاف يبقى اتنين في خمستاشر بتلاتين زائد نون يساوي تلاتة وستين هجيبها بعكس الاشارة يبقى نون لان انا محتاج نون يبقى نون تساوي تلاتة وستين نقص تلاتين يبقى عرض النائمة عندي كم تلاتة وتلاتين سنط فدي معلومة لازم تعرفها كويس جدا انك انت الايمة السلة المسافة اللي احنا عرفناها خلاص ارتفاعها خمستاشر سنط لابد او ما يناسبها انك انت تعمل نائمة ما تقلش عن كام عن تلاتة وتلاتين سنط ده دي تلاتة وتلاتين سنط تناسب قائمة ارتفاعها كام خمستاشر سنط طيب نشوف مثال بقى يكون اكبر شوية وندخل زي ما بنقول في تصميم السلالم والارتفاعات عشان اكون ملم بيه الموضوع اللي هو الموضوع درسينا النهاردة فبيقول لك احسب وده طبعا من المسائل اللي تجي في الامتحانات اهو احسب عدد القواء يبقى ده كده انا لسه ما عرفش هيبقى عندي كام ايمة وعدد النواء خلي بالك ومقادير كل منهما يبقى هو هنا ما يعرفش كام ايمة ولا كام نائمة ولا ارتفاع الايمة كام ولا عرض النائمة كام ومقادير كل منهما لسلم خلي بالك المعلومة بقى اللي جاه بدون منور يبقى انا كمان عرفت او اداني معلومة ان السلم اللي انت هتعمله اصلا مفهوش منور هو مش محتاج منور تمام بتقع رؤوس درجاته على خط واحد مع اعتبار ان الارتفاع اللي يصل اليه السلم هو تلاتة متر وتمانين وان طول الدرجة الظاهر اللي هو النظيف اللي احنا بنقول عليه واحد متر وعشر وعرض صدفة الوصول متر وعشرين وكذلك احسب طول وعرض محل اللي ايه السلم اه خلي بالك بقى من المعلومة دي ونوضحها شوية كده ونتكلم عن رأس السؤال لازم تقرأ رأس السؤال كويس جدا خلي بالك ان هو هنا عايز عدد النوايم كام وعدد القوائم كام وطول وارتفاع الايمة هيبقى كام وعرض النوايمة كام لسلم ادك معلومة قالك ان السلم ده مش هتعمل فيه ايه منور يبقى السلم المكان بتاعه او الموقع اللي احنا هستخدمه مقطع او مساحة صغيرة وبالتالي هو الراجل بقولك انا مش محتاج منور ما تعمليش منور في السلم تمام كده طيب يبقى هو هنا محتاج ايه قلبتين زي ما بنقول قلبة طلعة وقلبة ايه نازلة صعدة ونازلة تمام كده ما فيش ما بينهم ايه منور طيب وده ابنى ملجأش له الا في الاماكن اللي هي ايه اتديق طيب المعلومة التانية والمهمة عندك ان قالك ان ارتفاع السلم هيكون كام الارتفاع القصد الدور اللي هيوصل له كام تلاتة متر اربعة وتمانية يبقى دي معلوم يبقى انت عارف قبل ما تيجي تبني او قبل ما تصمم الارتفاع بتاعك اللي انت هتصل له كام هعمل الدور على ارتفاع كام يبقى ارتفاعي وليكن تلاتة متر مثلا زي في التمرين تلاتة متر كام اربعة وتمانية وخلي بالك ضف لك معلومة تانية قالك ان عرض صدفة الوصول هو فيه صدفة متوسطة اه ايه الفرق صدفة المتوسطة انا قلتلك بتبقى موجودة ما بين القلبتين وده طبعا مش عارفها للطالب اللي كان متابعنا في الحلقة الايه السابق دي مسافة بتكون موجودة ما بين القلبتين وعند اتجاه تغيير اتجاه السلم دي اسمها صدفة متوسطة بتكون موجودة في مص اللي ايه مص الدور بيطلع قلبة بعدين بسطة بعد كده بيطلع القلبة التانية ثم بيصل الى الى ايه الى السطح او الباب الشقة في الدور العلوي تمام كده طيب اللي هي البسطة اللي هيقف عليها دي اللي هي بعد الدرجة بعد القلبة التانية دي اسمها ايه صدفة الوصول وصل خلاص من اسمها كده صدفة وصول بسطة وصول وصلها خلاص عند نهاية ايه الدور طب عرضها كام بيقولك متر وعشر يبقى انت عارف ان عرض البسطة دي بتاعت الوصول دي عرضها متر وعشر وان الظاهر النضيف بتاع الدرج متر وعشر يبقى الدرجة طول الدرجة الرجل بيقولك انا عايزك تعملي سلة ارتفاع هيوديني الدور او هيوصلني الدور 3 متر و 4 و 80 مش محتاج في مانور وما تعمليش درج اقل من متر وكام متر وعشرة عرض السلم كده عرض القلبة طول الدرجة زي ما بنقول النضيف بتاعه ما تعمليش سلم اقل من متر وعشرة طيب المواصفات دي بالشروط اللي انا حتطالك دي محتاج مساحة كام طول وعرض عشان اسبها واعمل فيها السلم بالمواصفات اللي انا بقولك عليه يبقى انا كده هحدد له طول وعرض السلم وكمان عدد الاوايم والنوايم في كل قلبة وكذلك كمان اللي ايه طول وعرض السلم زي ما قلت وكذلك اللي ايه عدد الاوايم والنوايم وعرض النائمة كام وارتفاع القائمة كام يبقى انا حدد كل ده منين من الارتفاع والقانون بتاعي اللي هو اتنين قف زي دنونه ساوي كاما شباب تلاتة وستين طيب نروح مع بعض كده ونشوف يبقى انا عرفت كده خلاص الشروط بتاعتي والمسال طيب الحل بقى بقول لي انا هنفرض ان قف تساوي كام ستاشر سنت وخلي بالك انا قلت لك في التمرين او في بداية الشغل ان القائمة من خمستاشر الى كام الى سبعتاشر وانا بنصح دايما ابناء الطلبة اختار رقم ما يطلعش معك ايه ما يطلعش معك قصور يعني طلع معك الرقم سليم لما تيجي تقسم الارتفاع على عدد او ارتفاع الايمة هيدي لك رقم يكون سليم طيب نوضح الجزية ده شباب انا لما يبقى عندي ارتفاع خمسة متر تمام كده ارتفاع خمسة متر يبقى ارتفاع الدور خمسة متر والمفروض اعرف انا محتاج كام ايمة عشان اوصل للخمسة متر ما هي الخمسة متر دي زي ما بيقول كده بالبلد كده او بالمعلومة الدارجة كده هتتفكك لمجموعة خمستاشرات من خمستاشر لسبعتاشر عشان اوصل لكام اوصل للارتفاع اللي هو خمسة متر طيب اقرب رقم كام انا قلت لك من خمستاشر الى سبعتاشر يبقى اختار الرقم اللي هو ما يدينيش لما اجا فرضه ما يدينيش كسور طيب لما اقول لك خمسة متر يبقى اختار كام اختار خمستاشر عشان ما طلعش كام ما طلعش كسور عنه طيب نبص هنا كده بيقول لك ايه نفرض ان نقاف تساوي ستاشر سنت يبقى انت فرط لان انا مدي لك المجال وايالك ده هتبقى برحتك من ستة من خمستاشر لسبعتاشر وان كنت انا دايما بقى افضل انك انت تشتغل على كام ستاشر ودي بيرعيها دايما ان شاء الله واضع الامتحانات طيب يبقى ستاشر باجي اجيب الارتفاع بتاع اللي هو تلاتة متر اربعة وتمانين واخلي بالك انا كنت مديه لك بالمتر لازم احاوله للسنت لان انا هقسم على كاما شباب على ستاشر سنتي مش ستاشر من مية لو ستاشر من مية يبقى انا كنت هكتب تلاتة واربعة وتمانين من مية اقسمهم على ستاشر من مية ولكن بما اننا هشتغل بالسنتي يبقى احاول المتر الى سنتي فاضرب في مية وبالتالي يبقى 384 على ستاشر وسهلا كما شباب 24 قائم يبقى انا كده عرفت او المعلومة عرفتها انه عشان اوصل لدور اللي هو تلاتة واربعة وتمانين متر ده محتاج في السلم بتاعي اربعة وعشرين ايم يعني انا لو ضربت اтакه اربعة وعشرين ايمة في الستاشر حوصل نضر اللي هو تلاتة متر كام؟ اربعة وثمانين قال نبقى بيقول لي هنا ايه وبما ان عدد الدرجات في القلب لا يزيد عن تلاتاشر اه هنا بقى رجع للمعلومة اللي انا قلتها لك في الحلقة اللي قبل كده ان عدد الدرج في القلب الوحدة ما يزيدش عن كان شباب عن تلاتاشر انت انطلع النتج هنا كام؟ اربعة وعشرين طب بنعمل ايه بيقولك إنه إذن السلم سيتكون من قلبتين عدد القوائم في كل قلبة كام 12 هو هنا أسم السلم اللي 24 درجة أسمهم على كام على 2 عشان أنا أقولك في القلبة الواحدة السلم ما يزيدش عن كم شباب عن 13 وبالتالي يبقى اللي 24 هقسمها على 2 يبقى أنا خدت معلومة جديدة النهاردة تانية إيه هي إن أنا عرفت في التمرين ده إن السلم ده بقى كام بقى مكون من قلبتين تمام كل قلبة فيها كام 12 درج ماشي طيب بعد كده بيقولك إيه وبما أنا ودي معلومة بقى عايزك تلمي بيها عدد النوائم يقل واحدة في كل قلبة عن عدد القوائم دي معلومة محتاجة توضيح خلي بالك إيه هي بقى إنك إنت لو أنت لاحظت في الدرج بتاعك لو أنت بتعد الدرج بتاعك أصناء عملية الصعود في السلم أو عدد السلم اللي موجود عندك في البيت لو عدت القوائم هتلاقيهم مسلا وليكن تسعة تمام والنوائم بتاعتك لو أنت عدتها هتلاقي أقل من من القوائم بوحدة ليه لأن الأخيرة آخر درجة أنت بتوصل لها بيكون عبارة عن قائمة وبيليها بسطة السلم إيه بقائمة وبيليها البسط إذن عدد النوائم بيقن عن عدد القوائم في القلبة الوحدة نائمة تمام كده إيه بقى لو أنت عندك عدد القوائم بتاعتك إتناشر زي ما في التمرين بتاعنا إذن عدد النوائم في القلبة الوحدة هيبقى كام؟ حداشر طب منين؟ ما أنا مش عايزك تحفظ زي ما قلت لك أنا عايزك تكون فاهم طب أفهم إزاي؟ أهو زي ما قلت لك إنك إنت لو عدت القوائم عشر الدرجة الأخيرة بتنتهي بيه شباب مش هتنتهي بنائمة لا ده هتنتهي بيه؟ ببسطة ولما قولي الأخيرة ما قصدش الأخيرة في السلم كله ولكن الأخيرة فيه؟ الأخيرة في القلب يبقى الأخيرة هتكون عندي عبارة عن إيه؟ عن بسطة السلم وبالتالي عدد النوائم هيئلي عن عدد القوائم في القلبة الوحدة بكام؟ بواحدة طب نشوف التمرين بتاعنا بيقول لك إيه أنا بقى؟ وبمعين عدد النوائم يقل واحدة في كل قلب عن عدد القوائم اذا عدد النوايم في كل قلب يسوي كام 11 يبقى انا عرفت ان انا عندي 12 قيمة في كل ايه في كل قلبة والسلم ده من قلبتين طب انا جبت ده كله منين جبت من القانون القانون بتاعي اصمت الارتفاع على 16 طلع 24 قائمة بما ان عدد القوائم او الدرج ما يزيدش عن 13 في القلبة الواحدة يبقى السلم ده اقسم 24 على 2 يبقى كل سلم هيكون فيه كام 12 قلبة كل قلبة هيكون فيه 12 درجة طيب بما ان عرفت ان امه 12 طيب هنا عدد القوائم بيقولك بيزيد عن عدد النوايم بايه بواحد طب انا عرفت ان عدد القوائم ب12 يبقى عدد النوايم كام 11 خلاص فبيقولك ان عدد النوايم في كل قلبة يساوي 11 نائمة يليها على طول صدفة متوسطة بين الايه القلبتين ماشي تعال ابقى للقانون وباستخدام القانون اتنين قاف زائد نون يساوي تلاتة وستين يبقى اتنين افوا اتنين في ستاشر اللي هي القائمة زائد نون تساوي تلاتة وستين الاتنين في ستاشر باتنين وتلاتين زائد نون اللي هي النائمة تساوي كام تلاتة وستين هاجيبها بعكس الاشارة الناحية التانية ليه؟ عشان اعرف العرض بتاع النائمة كام عرض النائمة للمفروض ما انا خلاص انا عرفت القائمة كام عشان اوصل للارتفاعات طب انا خلاص عرفت انا محتاج والله اربعة وعشرين درجة اي ما يعني عشان اوصل للارتفاع تلاتة متر اربعة وثمانين طب النوايم دي هتفيدني في ايه؟ النوايم دي عددها مع بعض هيقول لي المفروض السلم يكون طوله كام طيب ابيقولك ايه هنا اتنين قاف خلاص يبقى النتج طلع باثنين وتلاتين اجيبها بعكس الاشارة يبقى اتنين وتلاتين نايم تلاتة وستين يبقى النائمة المفروض تكون كام واحد وتلاتين صند اذا نعرض النائمة كام واحد وتلاتين طيب طول القلبة بقى طول القلبة يساوي تخلي بالك طول القلبة دي لو احنا بنتكلم مع بعض يا شباب ونوضحه كده ونلقى عليه الضوء طول القلب بص كده طول القلب طول القلبة انت واقف قدام قلبة تسلم وبتبص عليها كده طول القلبة عبارة عن ايه عبارة عن عدد النوائم النوائم اللي انت بتدوس عليها كده بقدم اكون انت ماشي تمام عددهم في عرض الوحدة منهم هيديني طول القلب تمام زائد زائد عرض البسطة المتوسطة او صدفة اللي انت هتوصلها عشان تريح بعد القلبة الاولانية كده تمام زائد عرض صدفة الوصول اللي انت لما توصلها تاني ده هيديك ايه هيديك طول السلم اللي المفروض يكون كام اسيب كام عشان انشئ سلم يوصلني الارتفاع اللي هو كام تلاتة متر اربعة وتمانين تاني نقول يبقى طول القلبة لو انت وايف قدام قلبة سلم وعايز اعرف ان طول القلبة دي كام من غير ما يسمي الشريط هعرف السلم ده فيه كام درجة كام نيمة تمام وطول عرض النايمة الواحدة كام سنتي انا طلعت هنا واحد وتلاتين تمام يبقى اضربه في الحداشر لهم عددهم هيديني طول القلبة دي كام متر حلو طب وبعد كده عندي بعدها على طول هيبقى هيجي ايه هيجي بسطة متوسطة صدفة متوسطة يبقى زائد عرضها طيب وبعد كده زائد عرض صدفة الوصول اللي انا هوصلها عند باب الشقة في الدول اللي هو الايه الارتفاع اللي هو على تلاتة متر اربعة وتمانين يبقى تاني بقى كده القانون على بعضه يبقى طول محل السلم اسمه كده طول محل السلم يساوي طول القلبة وطول القلبة بين قسيم عبارة عن عرض النائمة في عدد يبقى طول القلبة زائد عرض الصرفة المتوسطة زائد عرض صرفة الوصول طيب نشوف مع بعض كده القانون بيقول ايه والحل بتاعنا هنا بيقول لك طول القلبة يساوي عدد النواين زي ما قلت في القلبة الوحدة في عرض النائمة يبقى كده الداني طول القلبة كان تلاتة متر واحد واربعين شوف كده والشكل توضيحه جميل بيوضح لك بقى اللي احنا تكلمنا عليه ويكون اكثر توضيح طول السلم ده كله كده على بعضه ده المكان ده عشان اسيبه اللي هو في المسكة الوفق ده هو المكان ده انا ما عرفوش المكان ده بيساوي ايه يساوي طول القلبة اهو مجموعة الدرجة اللي اتكلمت عليها زائد الصرفة اللي هي المتوسطة بتاعتك اللي في النص ما انت طلعت كده بص طلعت كده بعدين ريحت هنا بعدين طلعت كده النحيات طيب يبقى طول السلم بيساوي ده عرض دي خلي بالك عرض بسطة زائد عرض الصرفة المتوسطة زائد طول لالايه القلبة هيديلك طول محل السل طيب نشوف مع بعض طول محل السلم يساوي طول القلبة زائد عرض صرفة المتوسطة زائد عرض صرفة الايه الوصول طبعا جمعناهم طلعت طول السلم كام خمسة متر وواحد وسبعين ودي معلومة كمان انا وصلتها عشان هو كان طالب منك طول وعرض محل السل طبب انت جبت طول السل بعد كده عرض السل طيب نرجع للشريحة كده تاني ونبص عليها بتاعت الرئاس اهو عرض السل العرض بقى ده العرض ده اسيب له كام يعني عشان انا بقى عارفه اسيب له كام طب اعرفه منين يا مستر انا هقولك دلوقت انا عندي طول الدرجة المضيف صح في اتنين ليه لانك انت عندك ادى قلبة وادى قلب صح وانت عرفت ان السل مكون من قلبتين وما فيش منور لو كان في منور هتقول طول الدرجة اللي هو متر وعشرة اللي كان مدهولك زائد المنور زائد طول الدرجة في القلبة التانية يعني ان الاتنين مع بعض كده وقصت بعض واخدين عرض السل تمام يبقى نشوف بقى في القانون بيقول ايه اهو نرجع كده قطوة اهو الارتفاع الموصل اليه يساوي ده كان التمرين التاني طيب هنا عرض محل السل يساوي عرض القلبة الاولى زائد عرض القلبة التانية زي ما قلتلك يبقى متر وعشرة طب انا ما عندشها نسطر حاجة في السؤال بتقول لي عرض القلبة كان متر وعشرة هقولك لا ارجع للمعلومة اللي انا قلتلك عليها ان الطول النظيف بتاع الدرجة الطول الظاهر بتاع الدرجة هو عرض القلبة اللي هو متر وعشرة يبقى متر وعشرة زائد متر وعشرة يساوي اتنين متر وعشرين ومن هنا يا شباب ابا انا عرفت طول السلم اللي المفروض يتعمل عشان يوصلني الارتفاع تلاتة متر اربعة وتمانيين المفروض انا محتاج مكان او بير سلم او محل سلم طوله خمسة متر واحد وسبعين وعرضه كان اتنين متر وعشرين والسلم ده مش هيكون في ايه منور لانك انت اللي شرطت علي كده في بداية التمرين طيب نشوف مع بعض تمرين تاني بشكل تاني وفي هنا جزئية كده خلي بالك منها انا متعمد ان انا جيبها لك بيقولك هنا ايه سلم من الخرصانة زوه منور اه يبقى المرة دي كده هنا هيكون فيه سلم ايه السلم ده هيكون فيه منور انا محتاج منور اعمل لي سلم في البيت بتاعي او صمم لي سلم يكون فيه ايه منور دايق مش محتاجه يكون كبير مكون من قلبيت ايه تمام يصل بين منسوب اه هنا بقى الكلام اتغير وده هتبقى ايه زي ما بنقول الجزئية اللي انا دايما يا شباب بحقبكم تركزوا عليها قوي وتخلوا بالكم هنا عشان دي بتيجي في الانتحانات ودي الجزئية اللي بتوضح طالب فاهم من طالب حافظ او موجوش فاهم ايه هي بقى بيقولك يصل ما بين خلي بالك منسوب مية وتلاتين الى اربعة متر ونص مثلا اه ايه بقى الحتة دي يبقى هناك في التمرين اللي فات او الجزئية دي في التمرين اللي فات كنت انا اقيل لك مباشر ارتفاع الدور كما شباب اربعة متر تلاتة متر اربعة وتمين كنت انا موضح لك خلاص مفيش مشاكل لكن هنا هو بيقولك السلم ده هيصل ما بين ارتفاع متر وثلاتين وارتفاع اربعة متر كما شباب هنا في التمرين اربعة متر ونص طيب يقصد ده ايه خلي بالك ان المتر وثلاتين دي احنا بنقول عليها او زميلك في تخصص الاعمال الصحية دايما عندهم في مادة التخطيط بيطلق عليها يقولك ايه السفل او ارتفاع خلي بالك ارضية الدور عن الشارع اللي هو ايه الجزء ده السفل بيبني جزء بنا جزء وليكن متر وثلاتين الرجل ده مش عايز يعمل بضرين مش هيعمل بضروم تمام مش هيعمل بضروم خلاص ولا هيعمل ارتفاع خمسة متر كام طب هيعمل ايه هيجا عشان يكون مرتفع عن الشارع عن الطريق بتاعه عشان البيت بتاعه ما يكونش منخفض المدخل بتاعه فهيعمل جزء هيعمل فيه ايه عملية رادم الرادم ده هيردم كام هو متر وثلاتين هيردم كام متر وثلاثين اللي هو السفل احنا بنقول على السفل ارتفاع البيت عن الشارع متر وثلاثين طب والارتفاع اللي هيصل له كام اربعة متر ونص خلي بالك بقى يبقى الصافي كام اللي انا احتاج اعمله السلم سامح حد من الشباب بيقول لي يا مصطر هطرح المية او المتر وثلاثين من اللي هو اربعة ونص يديني الارتفاع اللي هي الصافي اللي هو مرفوض الارتفاع اللي هي السلم اللي انا هعمله السلم اللي السلم هيكون فين يا شباب برا ولا هيكون جوه البيت جوه الردم بعد الردم هيكون جوه بعد السفل تمام يبقى هيصل فين هيصل الاربعة متر ونص مع المتر وثلاثين ولا هيصل ما بين حاصل طرحوم من بعض هيصل ما بين حاصل طرحوم من بعض ليه لان قالك ارتفاع البيت او السلم ده هيصل ما بين ارتفاع متر وثلاثين يعني فيه سفل متر وثلاثين بقى فيه دور ارتفاعه كام ارتفاع السقف كله بقى كام اربعة متر ونص منين من الشارع يبقى الارتفاع الصافي بتاعه بتاع الدور اخصم المتر وثلاثين من الاربعة ونص طيب نشوفها مع بعض في التمرين فاذا علمت ان القلبة خلي بالك بعرض واحد متر وهنا اديها لك مباشرة اهو ما قالكش طول الدرجة الظاهر هي هي لان طول الدرجة هو عبارة عن عرض القلب وعرض الصرفة عند مستوى الدور اللي هي الصرفة المتوسطة خلي بالك مستوى الدور متر وثلاثين وعرض منور السلم اتناشر من مية استخدم القانون رقمك اللي بيقول ايه اتنين قفز زي اتنون يساوي تلاتة وستين والمطلوب حساب عدد القوائم وعدد النوايم وابعاد محل السلم طبعا الطول وهي العرض ثم موضحن اجابتك به الرأس طيب بقولك هنا ايه الارتفاع في الحل الارتفاع الموصل ان ايه السلم بين كل دور طبعا المتر وثلاثين زي ما قلت لك اترحم من الاربعة ونص يبقى انا بتكلم في ارتفاع كام تلاتة متر وعشرين ده اللي المفروض يصل اليه السلم او السلم يوصل له طيب بنفرض ان ارتفاع القائمة ستاشر وزي ما قلت لك قبل كده يبقى انا محددها كام ستاشر عدد القوائم يساوي ارتفاع الدور اللي هو هنا كان بالمتر حاوله لليه لسنط عشان انا هقسم على السنط يبقى تلتمائة وعشرين على ستاشر يساوي عشرين قائمة خلي بالك هنا عشرين قائمة وانت عرفت ان السلم ده المفروض يكون مكون من قلبيتين وعارف ان القلبة الوحدة ما يزيدش فيها الدرجة عن تلاتتاشر يبقى لازم السلم يكون مكون من قلبيتين طيب وفي معلومة قبل كده قلتلك ان عدد النوايم في كل قلبة بيقل عن عدد القوائم بواحدة طيب هنا عدد القوائم هيكون كام عشرة في كل قلبة وهم قلبتين طيب وبما يبقى عدد النوايم بيقل عنهم واحدة يبقى عدد القوائم في كل قلبة بيساوي كام تسعة يبقى القانون تاني اتنين قاف زي ادنون يساوي تلاتة وستين اهو اتنين في ستاشر زي ادنون يساوي تلاتة وستين وبعكس الاشارة يبقى عرض النايمة عندي واحد وتلاتين ايه سنت يبقى انا طلعت من هنا ان انا عرفت عدد القوائم عشرين في السلم كله على بعضه طيب والسلم دي النوايم هيكون كام تسعة في كل قلب يبقى انا عندي تمنتاشر نائمة خلي بالك هاستفاد من المعلومة دي في ايه ان تسعة في اتنين بتمنتاشر هدربهم في الواحد وتلاتين اللي هو عرض النائمة النائمة الواحدة هيديني طول الايه السلم زي ما قولنا قبل كده طول القلبة خلاص اجمع عليها صرفة المتوسطة وصرفة الوصول هيديني طول السلم اللي انا كنت محتاجه طيب نشوف مع بعض طول محل السلم يساوي طول القلبة ما انا قلت لها قبل كده انه طول القلبة هيساوي عدد النوايم في عرض النائمة الواحد طيب عدد النوايم كان في القلبة الواحدة تسعة تمام في اتنين بتمنتاشر في واحد وتلاتين زي ما هنشوف كمان شوية هاو طيب زي عرض الصرفة الايه المتوسطة زي عرض صرفة الوصول تمام كده يبقى بجمع الصرفتين وطول الايه عرض الصرفتين صرفة الوصول وصرفة المتوسطة زي طول القلبة عشان يديني طول الايه طول السلم طيب طول محل السلم بيساوي تسعة اللي هو عدد النوايم في القلبة الواحد في عرض النائمة الواحدة اللي هي واحد وتلاتين اللي انا جبتها من القلون زي متر وعشرة اللي هو عرض الصرفة المتوسطة زي متر وتلاتين عرض الصرفة الوصول وده كانوا معطيين او كانوا معطاها في المثال يساوي خمسة نتر وكام وتسعتاشر طيب بعد كده بقولك عرض السلم يساوي خلاص انا عرفت طول السلم بعد كده عرض السلم يساوي عرض القلبة الاولى زائد المنور زائد عرض القلبة التانية في النموذج اللي فات يا شباب احنا كنا اشتغلنا على عرض القلبة الاولى زائد عرض القلبة التانية عشان الراجل كان قالك ان السلم ده عبارة عن سلم مفوش ايه مفوش مانور هنا قالك اعمل لي مانور في السلم مانور ديء يكون كام 12 سنت تمام كده 12 من 100 يعني 12 سنت فبقول ايه عرض السلم يساوي هيساوي عرض القلبة الاولى اللي هي متر وعشرة ودهلك صريحة خالص ما قالكش طول الدرجة الظاهر متر وعشرة دهلك في السؤال ان عرض القلبة متر وعشرة زائد المنور زائد عرض القلبة التاني يبقى دول قلبتين ما بينهم ايه منور لما جمعهم على بعض هما الاتنين حيدوني عرض السلم يبقى ازا ابعاد السلم ده النتج اللي احنا وصلنا له اللي هو يساوي خمسة متر وتسعة عشر في اتنين متر اتنين وتلاتين ده سلم دي مساحة المفروض ان انا هسيبها يا شباب او انا هكون اعمل حساب في التصميم بتاعي او في الرسم بتاعي او في التمرين العملي بتاعك لما انا هجيلك في التمرين وقول لك خل بالك اعمل لي سلم هيصل ما بين دورين ما بين يصل ما بين منسوبين منسوب 130 وارتفاع الدور على اربعة متر ونص وقولتلك هتعمل ايه هتطرح طبعا اللي هو منسوب الوصول اللي هو الاولاني اللي احنا بنقول عليه السف او منطقة الردم او مسافة الردم هتطرحها من الارتفاع الكلي هيديني كان عندي اربعة متر ونص طرحتهم من المتر ونص اداني تلاتة متر وعشرين اسمتهم على الستاشر ليه الستاشر انا قلتلك سبت الستاشر معاك اللي هو القانون بتاعك نص عليها اللي هو بيقول اتنين قاف زي الدون يساوي كان تلاتة وستين فانا حفظتها خلاص ان انا هشتغل على الستاشر بتاعتي ارتفاع القائمة من خمستاشر الى ستاشر اسمت اللي ارتفاع ويخلي بالك من النقطة دي انك انت بتشتغل هنا بالسنت فلما تيجي تقسم الارتفاع بتاعك لازم تكون محاولة للسنت متر او الشرق انك انت هتشتغل متر يبقى تلاتة متر وعشرين تقسمه على ستاشر من مية علامة ستاشر تمام كده طيب اسمت طلعت هنا الناتج اللي طلع عندي يا شباب من العملية دي طلع لعدد الاواي طيب بعد ما طلع لعدد الاواي عرفت ان انا او القانون بيقولك ان عدد النوايم في كل قلبة بيقل كام واحد طيب انت طلعنا هنا عدد الاوايم كام عشرين قائمة بخلي بالك في السلم والسلم هيبقى عبارة عن ايه قلبتين ليه بما ان عدد الدرج لا يزيد عن تلاتة عشر في القلبة الوحدة اذا عدد القوائم او عدد القلبات في السلم يساوي كام اتنين يبقى تقسم العشرين على كام على اتنين يبقى كل قلبة يكون فيها عشر قوائم طب بما ان العدد بيقل واحد في النوايم يبقى اذا عدد النوايم في كل قلبة يساوي تسعة يبقى بدل ما كان عندي عشرين قيمة هيبقى عندي طمانتاشر نايم تمام كده يبقى انا كده عرفت انrt العدد ما بين القوائم الفرق ما بين النوايم والقوائم هنا عشرين هنا هيبقى كام? تمنتاشر. كده انا عرفت الارتفاق وعدد القوائم خلاص. طب يلزمني ايه بقى? يلزمني حد الطول السلم وعرضه. طب هلتجيب طول السلم منين? طول السلم ده? انا قلتلك عبارة عن مجموعة درجات انت بتضغط عليها برجلك وانت اثناء عملية الصعود. عددهم في عرض الواحدة منه. طيب. مين هيجيب لي عرض النايمة ده? اجيبها من اجيبها من القانون اتنين قاف زي دنون يساوي تلاتة وستين. يبقى الاتنين بضربها فيه قاف اللي انا بفترضه في بداية المثال. وقول انه بنفترض ان القاف تساوي ستاشر. يبقى الاتنين في ستاشر زي دنون مجهولة معرفاش. تساوي تلاتة وستين. يبقى الاتنين في ستاشر باتنين وثلاثين زي دنون مجهولة تساوي تلاتة وستين. اجيب طبعا اطلع نون بعدين يساوي واجيب 63 بعكس الإشارة يبقى 32 ناقص 63 يساوي 31 سنطي يبقى أنا عرفت أن الأيمة النائمة الواحدة عرضها كام 31 سنطي طب عددهم كان كام في القلبة الواحدة كانوا تسعة يبقى تسعة في 31 يديني طول القلبة من غير زي ما قلت لك من غير مئيس بس أنت هنا بيفترض أنك أنت سلم مش موجود أنت سلم لسه هتنشئه هتعمله وما أنتش عارف لسه أو هو ماش عارف هيسيب له مساحة كام بناء على كلامك أنت وحساباتك هتقول له السلم ده المفروض يكون طوله كذا وعرضه كذا عشان أقدر وصل للارتفاع اللي هو أربعة متر وكام ونص طب دي كانت جزئية طب الجزئية التانية بقى والمهمة أنك أنت بتجيب طول السلم طب طول السلم عبارة عن إيه طول المكان اللي هتعمل فيه السلم عبارة عن إيه عبارة عن طول القلبة وأنا قلت خلاص كده واتكلمنا فيه طول القلبة زائد عرض الصرفة المتوسطة اللي انت هتوصل لها بعد القلبة الأولانية زائد خليباك من كلامي عرضا ما قولش طول يبقى زائد عرض الصرفة المتوسطة زائد عرض صرفة الوصول هيدليك طول اللي هي السلم طب كده تمام أنا جبت طول اللي هي محل السلم طول بير السلم اللي المفروض أسيب طب بعد كده عندي عرض اللي هي عرض السلم في التمرين السابق اللي احنا قلنا من شوية كان عندي السلم عبارة عن قلبتين اتنين وبالتالي عرض السلم هيكون عبارة عن عرض القلبة الأولانية زائد عرض القلبة اللي هي التاني تمام أنا ببقى عندي قلب وقلب يبقى الطول بتاعهم العرض بتاع السلم يساوي عرض القلبة دي زائد عرض القلبة دي او لو انا في المثال قلت لك ما جبت لكش تصيرت بقى او انا تكلمت فيه عرض القلبة وقلت لك ان طول الدرجة الظاهر يساوي متر وعشرين ما هو طول الدرجة هو عبارة عن عرض عرض القلبة تمام كده لكن هنا في التمرين بتاعنا قالك ان عرض القلبة متر وعشر القلبة الواحدة وعمل لي منور هو الراجل بيقولك انا محتاج منور دي عرضه اتناشر يبقى عرض القلبة دي زائد المنور ساعد عرض القلبة التانية هم التلاتة مع بعض مجموعهم يساوي عرض السلم وبالتالي كده من التمرين بتاعنا انا عرفت طول السلم كام والعرض بتاعه كام اهو زي ما قلت كده ابعاد السلم بتساوي خمسة متر وتسعتاشر في اتنين متر اتنين وتلاتين وخلي بالك ان هنا في اغلب التمرين بيقولك مع توضيح اجابتك بالرسم يبقى انت محتاج ترسم هنا سلم مكون من قلبتين وطبعا هتوضح صدفة الوصول وصدفة اللي هي صدفة المتوسطة والمنور ما بينه مشال تلاتة لو انت بصيت كده هنا تمرين بيقولك ايه سلم من الخرصانة المسلحة في عمارة سكنية ترتفع فيها ارضية الدور الارضي متر وتلاتين اه يبقى انت كده لازم تخلي بالك من جزئية ايه هي ان ارضية الدور الارضي هنا هناك كان بيقولك بيصل ما بين منسوبين وهي نفس الموضوع شباب اللي هو ايه بقى ان انت عندي ده جزء سفر تمام كده جزء ردم زي ما بنقول كام ارتفاعه كان متر وتلاتين ارضية الدور الارضي متر وتلاتين عن الشارع بقولك ايه بقى والارتفاعات او ارتفاعات الطوابق اللي هي الادوار متساوية تلاتة متر يبقى الدور صافي كام تلاتة متر لكل طابق طب ايه المطلوب المطلوب عمل الحساب اللازم لهذا السلم على اساس خلي بالك بقى انه يتكون من سلاس قلبات يبقى بيقولك اعمل لي سلم هيصل لكل لمجموعة من الادوار صافي الدور الواحد تلاتة متر ويخلي بالك ان البيت بتاعنا ده فيه ايه فيه صف او ردم ردم كام منسوبه او ارتفاعه متر و تلاتين وبيقولك اعمل حسابك ان انا محتاج للسلم ده كام قلب تلات قلبات ايه من النوع متسع المنور اه يبقى الجزية دي هنوضحها شباب متسع المنور ليه لكن انت لو لاحظت ان ما يبقى عندك سلم تلات تلات قلبات قلبة هتبقى صعدة او طلعة بعدين القلبة التانية هتبقى بالعرض بعدين القلبة التالت خلي بالك ان عرض القلبة دي كله كده هيبقى عندك ايه هيشكل ايه هيشكل منور عندك صح كل دي هتبقى مسافة منور موجودة ما بين القلبة ايه ما بين القلبة دي والقلبة دي تمام القلبة اللي طالعة كده والقلبة اللي طالعة للدور اللي هتصل للدور العلو بتاعك او الارتفاع بتاع وبالتالي المنور ده او السلم ده احنا بنقول عليه سلم متسع المنور متسع المنور ليه لان عرض المنور هيبقى طول بيقول لك اعمل حسارك ان هو هيكون تلت ايه تلت البات اي من النوع من تسعة وان طول الدرجة النظيف اهو يساوي اهو هو متر وعشرين وعرض صدفة الوصول الصدفة الاخيرة فوق بقى متر وثلاثين اه موضحا اجابتك بالرسم يبقى انا محتاج انك انت ترسل ثم استخدم القانون اهو هنا موضحه لك ومدهولك هنا موضحه لك انك انت تكتهد لا قالك استخدم القانون اللي هو بيقول اتنين قاف زائد نون يساوي كما شباب يساوي تلاتة وستين يبقى كده اميدي لك القانون اللي انت هتشتغل عليه طيب هنا بيقول لك ايه بقى في الحل كده وفي عجالة عشان الوقت معكم بينتهي وبيمروا بسرعة بيقول لي هنا نفترض النقاف انت هنا هتفترض القايمة بكام بخمستاشر وارتفاع القوائم ارتفاع الدور تلاتة لو لاحظتوا هنا حاجة يا شباب عشان انا مش هكمل لك بقى انا هسيبك انك انت تكامل التمرين مع نفسك زي ما بنقوله وتبعته لنا على رابط القناة او على مجموعة التليجرام الخاصة بالتعليم الفني او على رابط القناة على اليوتيوب في التعليقات وتقول لنا انت وصلت لايه وازاي لو لاحظت هنا معلومة انا هلفت نظرك ليه ان ارتفاع الدور كان كام تلاتة ميت تمام لما جي اختار بقى وافترض افترض ان القائمة كام خمستاشر صنط ليه عشان لما يسمي التلتمية اللي هي التلاتة ميت على خمستاشر يطلع النتج عنده رقم ايه سليم ميجيبش عنده كسور وكمان ما يكونش عندك معلومة تانية كمان لازم تخلي بالك منها ايه هي انك انت السلم ده هيكون مكون من تلات البات يعني ايه تلات البات يعني لما تيجي تحط عندك في الحسابات بتاعتك وليكن مثلا عندك الدرج بتاعك طلع تسعة وعشرين درج او انت المفروض ان انت عندك التسعة وعشرين دول هتقسمهم على تلات فلما تيجي تقسم مش هتينفع انك انت تقسم التسعة وعشرين على التلات آآ البات بيئة تساوي وبالتالي هتعمل ايه لازم وده شرط وموجود عندنا في التصميم بتاعك او لازم تكون انت ملم بيه ودخل بالك يا شباب من الاسئلة اللي بيركزوا عليها في الامتحانات عشان بيقيس مدى وعيك وفهمك ليه المسالة مش مجرد انك انت حافظ وبالتالي فهتكون عارف انك انت العشر التسعة وعشرين هيبقى عشرة في القلبة الاولى وعشرة في القلبة هو اللي بيتبقى ما بين القلبة الاولى والقلبة التالتة يبقى اللي في النص هو حاصل طرح او الباقي ما بين الاولى والتالتة بيكون متساويين اما الباقي بيكون موجود في القلبة المتوسطة او الموجودة في المنتصر ونقف عند هذا القدر وبتوقف معكم لان للاسف الوقت معكم بيمروا بسرعة زي ما بنقول محتاجين انك انتوا ان شاء الله ترسلونا وتبعتولنا الحل على رابط القناة او مجموعة التليجرام الخاصة بالتعليم الفني دمتم في امان الله مع عمل التوفيق والدوام التوفيق والنجاح لكم ان شاء الله والسداد دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته